تلقى صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أعرب فيها أسعى أسمى آيات التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة فوز المنتخب العسكري للفروسية لقفز الحواجز لقوة دفاع البحرين بالمركز الأول في بطولة العالم العسكرية لقفز الحواجز للخيول رقم 22 والمقامة في البرازيل ريودي جانيرو في الفترة من الرابع عشر ولغاية السابع عشر من أكتوبر الجاري وأكد معاليه في البرقية أن هذا الإنجاز البحريني يعكس المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نابل قائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للرياضة البحرينية العسكرية والمدنية على السواء وأن ثمرة هذه المتابعة هي إنجازات تسير بخطة ثابتة نحو العلا ليبقى عالم مملكتنا الغالية يرفرف عاليا في سماء الإنجازات بمختلف أشكالها وفي شتى المواقع والميادين سائلا الله عز وجل أن يمد سموه بمنفور الصحة والسعادة وطول العمر لتحقيق مزيد من الرخاء والرفعة والتقدم لوطننا الغالي اشتركوا في القناة